ده التاريخ العظيم للإسماعيلي اللي محدش يقدر ينكره أبدا الحاضر بقى ليه مزاي التاريخ العظيم ده هاجل حضرتك فعلا فيه أزمة بقالنا سنتين ثلاثة مش في من أربع سنين احنا كنا تاني الدول لكن احنا أنا دايما بقول بعتزل للجماهير الصغنونة اللي هو الـ 18 سنة والـ 19 سنة والـ 20 سنة هو بقاله سنتين ثلاثة شاف الإسماعيلي في الأزمة دي لأ أنا دايما بقوله لأ رفع رأسك انت بتحب الإسماعيلي وشجعت الإسماعيلي ووالدك وخالك وجدك وعمك لأنه عاش بطولات عاش والانتصارات احنا بنعتزلك انك شفت الفترة دي لكن الإسماعيلي مع عمره مكان كده الإسماعيلي كان دايما من 1 ل 4 صح زي ما قلت رحضاك بالإحصائيات صح بنقول سنتين ثلاثة مفيش استقرار إداري سنتين ثلاثة مفيش استقرار فني سنتين ثلاثة مفيش استقرار لا في المدربين ولا في اللعيبة ولا في النواحة المادية فلازم يحصل أزمة هي دي سبب الأزمة إنما قبل كده كان فيه إدارات مستقرة أيام إدارات العثمانيين بطولات كتيرة تاريخ كبير الدكتور رقفة عبدالعظيم الله رحمه كان فيه بطولة وكان فيه الدكتور عمارة كان موجود وكان فيه بطولة وكان فيه تاريخ منافسة سنة الدوري التسعين ما خدنا الدوري كمان تسعين ونتسعين بعد منها كنا تالت وتاني كان فيه نفسها دايما على البطولات 2001-2002 دوري ولا أروع ولا أمتع ناس معيلي بطل الدوري دون هزيمة مع المدير الفني الكبير القدير كابتن محسن صالح وكان معاه خالد الأماش وكان معاه أبو طالب العسوي في الجهاز الفني كابتن محمد وليلا كان مدرب حراس مرمى 26 مباراة كابتن كريم 20 انتصار وستة تعادل تعرفنا الدوري ده أنا فاكله وكي إنه مبارح ما أنا بقول له حضرتك الدوري ده هو مش بس الإسماعيلي كسبه بدون هزيمة الإسماعيلي قدم مباراة بطعة كل مباراة مزيجة كل مباراة مزيجة أنت كنت تحب تفرج على الإسماعيلي تشجع الإسماعيلي ومتشجعوش أنت تحب تفرج على مطش في الإسماعيلي هتستمتع بطولة في التاريخ مباراة للتاريخ مباراة الأهلي والإسماعيلي طبعا والزمالك والإسماعيلي المتشاط دي بالذات كانت بطولة لوحدها وللتاريخ صح أننا النادي الزمالك اتعدلنا في الإسماعيلية كسبنا نادي الزمالك 4-3 في أستاذ القاهرة النادي الأهلي اتعدلنا في إسماعيلية في القاهرة كنا 4-4 ولا أروع مباراة وكنا دايما نحن اللي بنتقدم الإسماعيلي 1-0 الأهلي 1-1 الإسماعيلي 2-1 الأهلي 2-2 الإسماعيلي 3-2 الأهلي 3-3 الأهلي 4-3 الإسماعيلي 4-4 وخدنا البطولة يعني ولا أروع الأداء والمتعة فكر كده فكر كده الناس محمد بركات محمد بركات بس أولي حضرت أحب بركات سيد معوض عمد النحاس إسلام الشاطر بسيوني عمري فهيم خميس جعفر حمام إبراهيم أعطيها صابر أعطيها صابر سعد عبد الباقي لعيبة خال الأسماء اللي بستتقال جيل عظيم رضا سيكا أيمن رمضان الله رحمه جيل أنا خايف أنسى حد وأكيد هنسى في سنحوني لكن هات كل الموتشوات في الموسم ده هات بعد كده سنة سبعة وتسين ما خدنا كاسموس سنة ألفين حنا خدنا الدوري تمانية وستين أو تسعة وستين وخدنا أفريقيا وبعدين تسعين واحد وستعين وبعدين ألفين ألفين وواحد غير كاسموس وغير بطولة أفريقيا اللي قلنا أول نادي عربي وحصل عليها الأزمات ما بتحصل لا بطولة أفريقيا اللي وصلت فيها فاينة من ده من يمر وكان لعبنا وكنت موجود الحمد لله لعبنا فاينة لنهاية أفريقيا كان البردو اللي هنبور المدرب الكبير مستر بوكير من أحسن المدربين اللي جات الأجانب وصلنا نهائي بطولة عربية وما خدنا هاش دربات جزاء وصلنا نهائي بطولة أفريقية وتظلمنا ظل نبين نعمتش أن ينبق وديكب بطولة سهلة جدا أنا حسيب الماضي حب أنا عارف لما سايب حلقة تسترسل عشان الواحد استرجع الأيام الحلوة دي الحاضر الموسم ده على الأقل من الكلام في الإسماعيلي جاب كم لاعب تقريبا كابتن أبو طالب 16 كم صفقة جديدة من بداية الموسم كان في صفقات مش هتقل عن 16 لاعب فرغم الأزمات المالية ورغم التغيرات الإدارية الزماء الإسماعيلي كان عارف يجيب لعيبة كان مين اللي بيختار وليه اختار وليه كان حصل أزمة إن معظم اللاعبين دور كمان الإسماعيلي ما استفدش منه نمر واحد زي ما بقول لحضرحك الإدارات بتختلف طبعا هنا بشكر كل الإدارات يعني الحاجة محمد الصدر رحمه مهندس ناصر بالحسن في السنة بتاعته اللاعب ماتش فاصل وتاني السنة كان ممكن ناخد دوري جدا سنتين واربع مهندس يحيق كومي أي إدارة جاتي النادي رئيس وأعضاء إحنا بنشكرهم وبنقولهم أنتوا كنت عايز تعمل أحسن حاجة بس في فترات بيبقى فيها نجاح وفي فترات بيبقى فيها توفيق في فترات بيبقى فيها عدم توفيق وتعصر في فترات بيبقى فيها أخطاء من كل الإدارات أو من كل الناس وده وارد طبعا وده وارد طبعا لكن أما بتيجي بتقول السنة دي اللي قابليها اللجان الفنية أو الإدارات الفنية كمدرين الفنيين أو الناس اللي كانت مسؤولة أنها تجيب لعيبة فما كانوش في أحسن حالات ما كانوش في أحسن الاختيارات وصلنا لأزمات كبيرة مع اللعيبة وبالتالي اللعيبة وصلت أنها عملت قضايا وكذبت وعملت مبالغ كبيرة جداً على النادي الإسماعيل صحيح وصلنا لأزمة كبيرة بأنها 3 سنة ما قلنا السنة اللي قابل الفاتت إحنا دايماً ولادي النادي بيستعينوا بينا وإحنا في أزمات كبيرة جداً ما فيش ولا حد فينا من ولادي النادي تولى مدير فني للنادي الإسماعيلي في ظروف طبيعية صحيح أو في وقت إنت عندك رفاهية إنك تختار بتعمل إعداد أهم فترة في الموسم بناء وإعداد الفريق 100% ولا واحد فينا من ولادي النادي جات له فرصة بناء وإعداد الفريق لكن بنجي في أوقات صعبة ما ندرش نقول لا أبداً أنا بقول دايماً إحنا بنجينا نرد جميل للنادي الإسماعيلي وفي أي مكان ممكن فترة جات كمدير فني اللي هي النادي الإسماعيلي بعد مصدر اشتراكة لعبت 10 ماتشات أنا مخسرتش ماتش الحمد لله تعادلت 4 مباريات وكسبت 6 مباريات ووصلنا من المركز 11 للمركز الخامس الحمد لله كابتن أحمد العجوز تولى وكان مدير فني وعمل نتاج جميلة ولادي النادي كلهم كابتن أشرف غدري كابتن صبرمنياوي كابتن خالد الأماش كابتن محمود جابر دي الظروف اللي احنا اجينا فيها كابتن صبرمنياوي دي الظروف اللي احنا اشتغلنا فيها والحمد لله كلنا نجحنا لكن ما فيه استمرارية عشان زي ما بقول له حضرتك كده إن ابن النادي بيجي في ظروف صعبة زي ما جي من سنتين كابتن نهاب جلال وعدى الحمد لله بالنادي من أزمة وعدنا السنة اللي فاتت جي كابتن حمزة الجمل وعدى طبعا مع الأجهزة الفنية المحترمة اللي معاهم الاثنين عشان ما وهنقول وبعدين جي السنة دي كابتن حمزة الجمل والجهاز الفني والحمد لله قدر يعدي وبرى أمان ونهى كمان بشكل كويس آه فيه في الفترات عدت صعبة فيه ماتشين وغيرا بعد يمكن الجيش وأصوان عملوا أزمة شوية لإنه خطم الماتشين وكنت واحد فعملوا أزمة شوية مع الجهاز الفني حمزة الجمل وجهازه وإناوي وحمص وأيمن كمال وإحمد لطفي وسادة توفيق والجهاز الطبي والإداري احنا بنشكرهم جدا لأن اشتغلوا في ظروف صعبة قوي وقابل منهم كابتن ميد وكابتن عشف خدر والجهاز القابل منهم بنشكرهم اشتغلوا في ظروف صعبة